السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر تلاحظوا حضرتكم أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت حالات الطوارئ خلال الساعات القليلة الماضية في ذات الوقت الاتحاد الأوروبي بدأ يأقد جلسات واجتماعات غير عادية لمنقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وبشكل سريع للغاية تصريحات انطلقت من قلب أوكرانيا وطلب فيها فلادمير زيلانيسكي رئيس أوكرانيا عقد اجتماع آجل لمجلس الأمن الدولي لحسم التدعيات اللي بتحصل في قلب روسيا طيب فيه ايه؟ ليه حالات الطوارئ دي حالات الطوارئ دي تكشفت روسيا السطار عن أسبابها روسيا منذ ساعات قليلة أعلنت عن تحقيقها انتصار غير عادي في قلب أوكرانيا في مواجهة كل دول الناتو أعلنت بذلك رسميا أعلنت عن تفاصيل ذلك الذي يحدث في قلب أوكرانيا ودفع أمريكا ودفع الاتحاد الأوروبية ودفع أوكرانيا أنهم يعلنوا حالات الطوارئ شوفوا حضراتكم المعلومات المهمة جدا اللي أعلنت عنها روسيا بالأمس والنهاردة ولم تعلن عنها وسائل الإعلام الغربية بالمرة بل بالعكس لم تتوقف عندها طويلاً المتحدث باسم الكريم لانديمتري بسكوف قال أن العملية الروسية في قلب أوكرانيا حققت نجاح وانتصار غير عاديين حيث دمرت روسيا بدربتها بنية أوكرانيا التحتية وقال لا شك في مستقبل ونجاح العملية النهائي يعني العملية الخاصة اللي بدأت فيها روسيا في قلب أوكرانيا مستقبلها النجاح والانتصار النهائي على كل دول النيتو طبعاً مش على أوكرانيا وقال بإمكان قادة أوكرانيا إنهاء معاناة الشعب الأوكراني عبر الاستجابة للمطالب الروسية مطالب روسيا إيه؟ تبقي على الحياد ما فيش حاجة اسمها إن أوكرانيا تنضم للنيتو أو إن أوكرانيا تنضم للاتحاد الأوروبي لأن فلادمير بوتين أعلن قبل بداية العملية الخاصة في قلب أوكرانيا بالحرف الواحد شروطنا أوكرانيا تظل على الحياد لن نسمح بأن صواريخ النيتو تتوجه من قلب أوكرانيا للعاصمة الروسية موسكو شوفوا بقى حضراتكم مزارة الدفاع الروسية أيضاً كملت الصورة لنا في بيان رسمي طبعاً ردت روسيا على الكلام ده والمؤاترات ديه بالحرف الواحد وإله نحن لدينا من الأسلحة الكثير بما يكفي لتدمير الجميع اللي يفكر إن هو يهوب من أمن روسيا والكلام ده كنا نشرنا عنه حلقة كاملة وزارة الدفاع الروسية وصلت البيان بتاحها وقالت الضربات الروسية أصابت جميع أهدفها والضربات الأخيرة عطلت نقل الاحتياطات العسكرية الأوكرانية والأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والزخيرة إلى مناطق القتال وذلك عبر السكك الحديدية يعني روسيا بتكشف الصطار عن إن كل الأسلحة الأجنبية اللي مد بيها الناتو أوكرانيا تم توجيه ضربات غير عادية ليها بالأمس وأمس الأول والنهاردة الدمارة طيب ما شفناش إحنا أي حاجة أو تصريحات لقيادات الناتو يكشفوا الصطار عن هذه المعلومات لا ساعتك ما هم تحركوا في سبيل إن هم يحاولوا يجهدوا كل الضربات الروسية ديت واستبروا شوية التقل جاي وراء ثم وزارة الدفاع الروسية بتقول إن الروسيا لم توجه ضربة واحدة على أهداف داخل كيف وكل الضمار الذي أعلنه النظام هناك كان نتيجة لسقوط صواريخ دفاع جو أجنبية وأوكرانية منتشرة في مناطق سكنية بالمدينة روسيا موجهتش أي صواريخ للعاصمة الأوكرانية كيف لكن الصواريخ اللي سقطت في قلب العاصمة ديت لأن طبعا روسيا محيدة العاصمة الدربات في المناطق أو الشريط الحدودي المتاخم ما بين روسيا وما بين أوكرانيا واللي سيطرت عليه روسيا وضمته لروسيا رسميا نحن موجهنش أي ضربات صاروخية أساسا للعاصمة الأوكرانية كيف إنما كل الصواريخ اللي سقطت في قلب العاصمة ديت ديت صواريخ أوكرانيا وصواريخ الناتو اللي كانت بتتوجه لروسيا وروسيا أسقطتها النتيجة النهية سقطت على العاصمة الأوكرانية حول أن هما يضربوا القوات الروسية ويدفعوا عن نفسيهم إلا أن الصواريخ بتاعتهم لاقت رد فعل غير عادي وانتصارات روسية ده اللي قالته وزارة الدفاع في بيانها الرسمي والكلام ده طبعا أو الصورة دي تكملتها التصريحات الرسمية لديمتري بيسكوف اللي هو المتحدث باسم الكريملين طيب بناء على ذلك الذي حدث بناء على ما يحدث فوق الأراضي الأوكرانية فلاد ميرزي لانسك رئيس أوكرانيا طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي وأصابوا حالة رعب غير عادية جراء الهجمات الروسية على البنية التحتية في قلب أوكرانيا متحدث باسم البأسة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قال إن الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا وأوكرانيا طلبوا عقد اجتماع طارق لمنفشة الضربات الصاروخية الروسية الهائلة التي ألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية في كل أنحق أوكرانيا طيب هو أنتوا ليه ما اعترفتوش أساسا بالهزيمة الساحقة دي ولا أنتوا شطار بس تتشالوا وتتنططوا وتتنفضوا وتقولوا إحنا هنا أفرض أقباط على روسيا شفت حضراتكم اللي بحصل في الأراضي الأوكرانية النتيجة صحيفة الجرديان البريطانية قالت في تقرير لها بالأمس إن أفضل طريق للسلام ليس المحادثات مع بوتين بل مساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب لأن لحد تاريخ النهاردة أوكرانيا لم تحقق ثمت انتصارات على الطرف الروسي ساعدتك يعني كل التحليلات اللي كانت بتقول في مراحل سابقة حتى اللحظة الرائنة إن روسيا نجحت أمريكا ونجح حلف شمال الأطلس إن هو يجرها للمستنقع الأوكراني وأمريكا حلفت بالطلاق إن هي مش هتتراجع إلا ما تضمر روسيا طبعا دي التحليلات انتشرت على السوشيال ميديا في أسابيع سابقة وكنا نحن دايما بنتصدى لها ونوضع الرؤية كاملة ونقول خلي بالكم تحليلات خاطئة إلى درجة أن الناس كانت بتهجمنا في مئات التعليقات ويقولوا هو أنتم ليه روسيين أكتر من الروسيين؟ أنتم عملين بتدفع عن روسيا كده ليه؟ زي ما هم برضو بيقولوا إيه؟ أنتم عملين بتدفع عن إيران كده ليه؟ لا يا سادة أنت من وجهة نظرك لأنك أنت واخد طرف أمريكا سعادتك وطرف قوى غربية فأنت اللي بتدفع عنهم في مواجهة الحقيقة والحقيقة أن روسيا هي التي حققت انتصارات غير عادية إلى درجة أن الانتصار الروسي دفع أمريكا ودفع دول كثيرة للغاية ودفع الاتحاد الأوروبا إذا ما حضرتكم هتشوفوا في حلقة تالية دفع الاتحاد الأوروبا أنه يعلن حالات الطوارئ في سبيل أنه يفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في سبيل أنه يتصدى للمد الروسي عرفتوا حضراتكم أن كل تحليلاتنا مظبوطة؟ جريدية الجارديان البريطانية بتقول مع اقتراب نهاية الشهر التاسع من أكبر وأعنف حرب في أوروبا منذ عام 1945 وأسوأ شيء يمكن القيام به من أجل السلام في أوروبا هو الضغط من أجل مفوضات السلام مع الرئيس الروسي بعد الحرب الشرسة دية والضمار اللي لحق بأوكرانيا والنيتو وأوروبا هيبقى أقزر حاجة تتعمل أن نضغط على أوكرانيا من أجل فرض السلام ووقف الحرب دية يعني معنى ذلك استمتكتوا حضراتكم من تقرير صحيفة الجارديان ده إيه؟ معنى ذلك أن في ضغوط غير عادية بتمارس على أوكرانيا من أجل قبولها الجلوس على مائدة واحدة من أجل التفاوض من أجل إنهاء هذه الحرب شفت حضراتكم وزارة الدفاع والمتحدث باسم الكريملين لما قالوا بالحرف الواحد أني عشان ننهي الحرب دية لابد أن أوكرانيا تسلم بشروط روسيا لا تراجع فلادمر بوتين من بداية المعركة قال لا تنازل ولا تراجع ولا استسلام إلا بعد تنفيذ كل شروط روسيا إلا درجة أن يجو بايدن رئيس الأمريكي قاعد يتهكم عليه ويصخر منه ويقول بالحرف الواحد فلادمر بوتين متصور أنه هو في موضع فرض شروط دا كان في البداية قبل ما هم اللي يتورطوا في المستنقع الأوكراني لا بديل صحبة الجاردياني اللي بريطانية بتكشف السطرة عن أن فيه ضغوط تمارس على فلادمر زلانيسكي وطبعا فيه دول منقسمة الدول دية جزء كبير جدا من أوروبا حاليا دلوقتي بيضغط على أوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب لكن الولايات المتحدة الأمريكية عنف الجنة وعنف النار زي ما بيقول المسأل الشعبي المصري فطبعا جريدة الجارديان بتقول يا أخواننا إحنا أسوأ حاجة أن بعد معركة شرسة جدا ما شاهدتهاش المنطقة الأوروبية بالمرة منذ عام 1945 أنتم ليه بتحاولوا أن كنتوا تضغطوا على أوكرانيا من أجل فرض السلام ومن أجل إنهاء هذه المعركة دا الصحيح دا الجريدة البريطانية اللي هي بتقوله الصحيح أن أفضل شيء يمكن القيام به من أجل السلام هو زيادة الدعم العسكري والاقتصادي والإنساني للأوكرانيا حتى تتمكن يوما ما من التفاوض من موقع قوة ليه حضرتكم؟ لأن أوكرانيا دلوقتي مش في موقع قوة ليه ساعدتك؟ لأن روسيا ساعدتك محقق انتصارات غير عادية بعكس كل تحليلات السيشيال ميديا والكثير من الفضائيات الموالية للغرب الكريم لني أؤكد نجاح عمليته في أوكرانيا وفلت ميرزي لنسكي وخاطب مجلس الأمن الدولي روسيا تستعرض نتائج الضربات الأخيرة ورسالة لأوكرانيا يا ستة أوكرانيا عوزانا ننهي الحرب ديت لا بديل غير إن كنت تسلم بكل شروط روسيا الكريم لني يمكن لكيف إنهاء الحرب بتلبية مطالبنا أفضل طريق للسلام ليس المحادثات مع بوتين بل مساعدت أوكرانيا على الانتصار ديت جريدة الجارديان البريطانية في التقرير بتاحها الذي نشر منذ ساعات قليلة وكل هذه التدعيات بتكشف لحضراتكم صدق كل تحليلات قناة مصر التي انتهت إليها في مئات الحلقات السابقة أراكم على الخير اشتركوا في القناة